السلام عليكم سرطان ينخر في الشوارع محافظ للقليوبية عن ظاهرة انتشار الأكشاك مسخرت أعرب المهندس أيمن عطية محافظ للقليوبية عن استيائه من انتشار ظاهرة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء وخاصة مناطق شبراً الخيمة والخصوص واصفاً الوضع بأنه سرطان ينخر في شوارع المحافظة ونتج عنه سلبيات كثيرة لسوء تنفيذ موافقات هذه المواقع بجانب التلاعب في الحالات الإنسانية التي تستفيد من هذا الوضع قائلاً ما يحدث في هذا الملف مسخرت على حد قوله جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم بحضور اللواء إيهاب سراج سكرتير عم المحافظة والقيادات التنفيذية للمحافظة والمستشار القانوني وأعلن المحافظ خلال الجلسة وضع ضوابط جديدة لإصدار الترخيص الخاصة بإقامة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة المستشار القانوني للمحافظة والسكرتير العم لإعادة دراسة طلبات إقامة الأكشاك وأهمها استحقاق مقدم الطلب للحصول على الترخيص وعرض الحالات على المجلس التنفيذي لإصدار الموافقة النهائية وقال المحافظ إن الأكشاك أساءت للملكية العامة وحق المواطن في الشارع مؤكدا على أهمية موافقة كل الجهات المعنية على إقامة هذا الكيان من خلال إجراءات صحيحة وأهمها إعداد بحث اجتماعي حقيقي على أرض الواقع لحالة استحقاق مشيرا إلى أن الأكشاك ظاهرة يجب مواجهتها طبقا لتكليفات القيادة السياسية مع تقنين ومواجهة استحقاق كفة ترخيص الأكشاك الصادرة ميدانيا والعمل على تقليص أعدادها ومواجهة أعمال التلاعب فيه موافقات الأكشاك والإشغالات والتي يترتب عليها أزمات كبيرة ووجه المحافظ بضرورة وقف أي ترخيص ينتهي وإزالة الكشك في حال عدم انطباق الشروط عليه في إطار حماية المواطنين من هذه الظاهرة السلبية مشيرا أن الحصول على هذه الترخيص أصبح ظاهرة وسبوبة يتلاعب بها بعض ضعاف النفوس بينما في المقابل هناك حالات تستحق الحصول على كشك ولكن إقامة الجديد منها سيكون وفق الضوابط الجديدة في سياق متصل كلف محافظ القليوبية بإعادة تشكيل لجان المخططات الاستراتيجية وتعديل للاستخدامات للأراضي والشوارع وضم أعضاء جدد لها من الحماية المدنية والمرافق حتى يخرج المشروع الخاص بأي مخطط أو تعديل مكتملا بنا يسمح بتنفيذ التعديلات بطريقة هندسية صحيحة وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنجاز طلبات التصالح ورفع نسبة الانتهاء منها حيث استعرض المحافظ خلال المجلس تقرير عرض موقف طلبات التصالح بالمحافظة مشيرا إلى أنه بلغ عدد الطلبات 80491 طلب منذ فتح الباب حتى الآن جرى الانتهاء من دراسة 3302 منها وجار العمل في 77134 وتحصيل رسوم على 6480 طلب بقيمة متحصلات 30.240.000 جنيه مع انتهاء البت في 2777 طلب لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد